اشتركوا في القناة شهد ووقت وتعامل مع الزبان بشكل كبير جداً من ناحية خدمات ومن ناحية تسجيل ومن ناحية دفع الإلكتروني احنا غيارنا الفكر التجاري لأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وحتى رواد الأعمال اللي بنشتغل معهم بضرورة تستخدام التكنولوجيا وتوظيفها بأعمالهم التجارية الساد إبراهيم حكى الاشي اللي في دماغي في الاشي اللي بده ياهو واللي بده ياهو فهذا إشي فادني فإنه وجهني للطريق الصح واستخدام الأداة الصح طبعاً قبل كنت بأتوقع إنه المشروع يفشل ما حدا كتير يعرف عنه أول إشي أنا ما كنت عارفة كيف بدي أبداً بس مع هاد مساعدة المشروع هاد أنا كتير اتطورت ونلسى كمان بالمستقبل هتطور أكتير وزي ما شفنا أنجح المشاريع هي المشاريع اللي بتبنى بناء على حاجات موجودة على أرض الواقع اليوم رح نتعرف على قصة إبراهيم القرالي اللي بدأ المشروع قبل خمس سنوات السحابة التقنية هذا المشروع استفاد منه أكتر من ألف شاب وشابة وحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع والتمييز الشبابي للإنجاز عفواً والإبداع الشبابي خلينا نتعرف مع بعض على إبراهيم القرالي صباح الخير يا إبراهيم صباح خير يعطيك ألف عافية صباح الخير صباح خير لجهودك الرائعة بالضبط يعني إحنا بننبسط الصباح لما نتصبح بوجوه أردنية فيها الهمة أنه مش بس تعطي نفسها دافع ومحفز للنجاح أيضاً لغيرها قبل ما نحكي عن مشروع السحابة التقنية أحب أعرف منك إبراهيم بأنه هذا صار عندك خبرة في من خلال الميدان وعملك مع الشباب عن موضوع ريادة الأعمال وعن موضوع المشاريع الناشئة وخصوصاً أنه إحنا إذا بننحكي في الأردن عم نتقدم خطوات مهمة جداً يعني حتى على مؤشر الريادة العالمي عم نكون بالطليعة من حسن مركزنا قد مهم نركز باختصاد صعب على الريادة وعلى المشاريع الصغيرة والناشئة في البداية شكراً لخناة رؤية وإشارة برنامج الدنيا للإستضافة الكريمة قطاع ريادة الأعمال اليوم من أهم القطاعات يعتبر فعلياً وهو قطاع مهم جداً باقتصاديات الدول كثير من الدول بلشت تهتم بريادة الأعمال لأن ريادة الأعمال اليوم فيها حلول لمحاربة الفقر والبطالة من خلال استحداث مشاريع ناشئة وتحويلها لمشاريع مستدامة بالأردن أحد الدول المهتمة بقطاع ريادة الأعمال وهالاهتمام بجزة جلة كمان كلنا بنعرف قبل فترة باستحداث وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ومشوف إحنا شباب اليوم بمختلف محافظات المملكة عم يتوجهوا لقطاع ريادة الأعمال لتحويل أفكارهم الابتكارية لمشاريع وبتالي أنا داماً ببسطها بأسلوب جداً بسيطة طرقات الأعمال إذا بنعرفها بس للساد المشاهدين تحويل فكرة إلى شركة لكن هالفكرة بتكون ابتكارية وفيها ابتكار وتوظيف لها تكنولوجيا المعلومات وبدها شغل وبدها شغل طبعاً أكيد يعني أهم إشي قمت فيه إبراهيم بعتقد وأنا بهنيك إنك بديت المشروع بإنك تموله من جيبك الخاص نظراً لوجودك كابن الكرك وساكن بالكرك ولقيت بعد ما درست الإي تي درست لقيت أديش فيه حاجة على أرض الواقع فهون قبل ما تحصل على الجائزة وألف مبروك إنك بتستحق هذه الجائزة احكي لنا المراحل اللي أنت صممتها لحتى تنقل هالناس من مجرد يكون عندهم فكرة لحتى بالفعل يصير عندهم عمل يدر عليهم الداخل السحاب التقنية هي مبادرة ومشروع غير تقليدي نوعاً ما كونه ركزنا خاصة بجنوب الأردن والمحافظات خارج المدن الكبرى على تعزيز ثقافة رات الأعمال والرياضة التقنية فمرحلة الأولى إحنا منعزز ثقافة رات الأعمال عند الشباب ومنعطيهم شو أهمية رات الأعمال وشو مهم جداً إذا أنت عندك فكرة كيف تتحول لنموذج عمل تجاري واضح ومشتدام لاحقاً بيزنس بلان مرحلة بيزنس بلان وبالتالي إحنا في عنا برنامج تدريبي ونفذنا بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال الجائزة أطلقنا عليه اسم أنا الريادي هذا البرنامج بعد استقافة رات الأعمال منشوف شو الشباب اللي عندهم أفكار معينة منحول هالأفكار هاي من الأفكار تقليدية للرياضية ومنختمها بيزنس موديل تنتهي بيزنس موديل واضح وخطة عمل واضحة لاحقاً كثير من الشباب بديوا يحاول أن يطلع أونلاين هلأ كل اعتمادنا على التكنولوجيا مضبوطة ولا لا أو على الإنترنت وبالتالي منوفر له حزمة من الأدوات التقنية والتسويقية الرقمية للشباب لحتى يطلقوا مشاريعهم على الإنترنت وبالتالي في عندي ثلاث بوابات رئيسية احنا منقدمها من خلال السحابة التقنية البوابة الأولى هي تيكنوريادي.com اللي من خلالها منوفر مقالات وبرامج تدريبية أونلاين وهي الآن حالياً قيد التطوير ومنعطيها البرامج التدريبية مجانياً للشباب بعدين من ننتقل لبوابة ثانية هي تيكنوريا.com اللي من خلالها الشباب بيستطيعوا أنه يطلق مشروعه على الإنترنت فالآن بإمكانه يبني موقعه الإلكتروني الخدمي بكبسزر بإمكانه يبني متجره الإلكتروني بكبسزر دون الحاجة أنه يكون عنده الخلفية البرمجية أو الخلفية بالآي تي في عنا أداة طورناها اسمها ألفا سايت بيلدر هاي الأداة بتعتمد تقنية السحب والإلصاق والذكاء الصناعي لأنه أي شخص يتمكن أنه يبني ويطلق متجره الإلكتروني وموقع الإلكتروني ما بده خبرة بمجال الإي تي أنتوا ساعدتوا بهذا المجال لأنه برضو هاي يعتبر من أحد التحديات التحديات اللي بواجهة خصوصاً مع ارتفاع كلها في الخدمات بالتكنولوجيا ومعلومات وأغلب رواد الأعمال بتكون ميزانيتهم محدودة أول ما ينطلق كمان نحن نوفر لفريق عمله حزمة من الحلول البرمجية المجانية منها مثل برمجيات إدارة المشاريع إدارة الموارد المشاريع الإدارة المالية كلها محوسبة لأنه لاحظنا أنه بوظف تكنولوجيا المعلومات في مشروعه بتتعزز إنتاجيته وتتحقق الاستدامة عنده كمان لاحظنا أن رواد الأعمال لما يتتوفر له هالخدمات التقنية بحاجة لحلول تسويقية تسويق رقمية وبتالي أطلقنا بوابة ثانية اسمها تكنو اي دي في دوت كوم من خلالها منعطيه استشارات تكنو اي دي في دوت كوم يس اختصار من خلالها بحصل على كل الحلول التسويقية الرقمية ليطلق حملات الممولة عبر الفيسبوك انسترام هالشبكات التواصل الاجتماعي والاستشارات التسويقية أنا حبيت هلأ حكيت رندا في البداية أنه أنت مولته بشكل شخصي وهلأ صار فيه عندك جهة عم بتمول المشروع وحبت قديش أحكي لنا عن هاي الجهة وقديش قدرت توصل لرقم صعب الألف يعني أنتو غيرتوا حياة ألف شابة من قدرنا فعليا احنا بلش مشروع كتمويل شخصي وما زال هو تمويله شخصي لكن احنا من خلال جائسة ميك عبدالله الثاني لإنجاز وإبداع الشبابي ومن خلال الملحة حصلنا عليها من خلال هاي الجائزة وصندوق ميك عبدالله الثاني للتنمية قدرنا أنه نطور من حلولنا الرقمية وحلولنا التدريبية من خلال هذا التنويل اللي حصلنا عليه العدد الكبير من الشباب اللي استفادوا من عندنا استفادوا من تطوعنا بالبرامج التدريبية بالتعاون مع مؤسسات شبابية أو بالجامعات المحلية على الأقل لنغير الفكر التقديدي لأفكارهم التجارية لحولها لأفكار ريادية جزء منهم اللي تابع على المشروع أطلق حلوله التقنية من خلال بواباتنا سواء التكنوميلا.com أو ADV.com والآن هم موجودين وعم يشتغلوا أونلاين وماشاء الله عليهم أنا بس أتوقف عن شغلة هل هو أول مشروع بالجنوب يعني كمان أنكم خصصتوه للجنوب لكن بشكل عام إذا نحكي على مستوى الأردن لما نحكي أنه عم تتحسن على مؤشر الريادة العالمي في عنا 14 معيار من ضمن المعيير في مصطلح إدراك الفرص قديش أنت بتشوف أنه المجتمع الأردن صار مدرك الفرص وفاهم ثقافة الريادة وقادر أنه يشجع ويدعم هاي المشاريع نعم أكيد هلأ الشباب أتوقع الآن بمجتمعاتنا حالية أتوقع أنهم وعيين للتحديات اللي عم يواجهوها وأول تحدي عم يواجه الشباب هو البطالة عندنا وبالتالي هون صار عندنا أنه الريادة العمال عم تقدم الفرص وعم يدرك هاي الفرص ويتوفرها إليهم قطاع الريادة العمال إنه ليش أنا أظلني عم أستنى وظيفتي فعليا لأ ليش ما أنا أنطلق بالفكرة الموجودة عندي وأطورها وأحاول أسوقها وأنطلق بالسوق بأسواء المحلي أو خارج الأردن وبالتالي هون الوعي جدا زاد تحول الريادة العمال خصوصا بالمجتمعات المحلية والمبسوط منه أنه خارج المدن الكبرى كونه المدن الكبرى عندنا أصلا رات الأعمال يسماشين فيها من 10 سنوات وأكثر تخريبا طيب أحب أعرف منك هالألف شخص اللي استفادوا من استحابة التقنية وأنشأوا مشاريعهم أدي منهم صبايا أدي شباب تقريبا نسبة عنها متساوية 50% 50% أسواء كانت أسواء على البرامج التدريبية أو كأصحاب مشاريع ناشئة وصغيرة النسبة عنها أنا مبسوط عليها أنه ما بين الذكور والإنس متساوية تقريبا متعدلين هل يريد تعطينا هيك أمثلة على شو القطاعات اللي اشتغلوا فيها شو أكثر قطاعات نجحت معاهم هلأ القطاعات عندنا أغلب القطاعات اللي اشتغلوا عليها قطاعات بتكنولوجيا المعلومات قطاعات خدمية وقطاعات تجارية القطاع التجاري هو أكثر إشي كونه هو التركيز عليه الأكثر بالمحافظات كثير عندهم منتجات سواء كانت منتجات صناعتها منزلية أو ضمن المشاغل الصغيرة مبلشين فيها وبدهم يحاولوا أن يتبروها ويسوقوها من خلال الإنترنت وبالتالي قطاع الإنتاجي كثير أنا شايف عليه إقبال وكثير عندنا مسفيدين منه بحب أيضا أعرف عن عنصر كثير مهم عشان نحكي أنه هذا المشروع مش بس موضة ولا فكرة طلعت وما كملت استدامة المشروع من أهم أسسها هو موضوع يكون عندنا في مهارة بالتأسيس ومهارة بالإدارة قديش كمان شفت هذا الروح أو شفت هاي الأداة موجودة عند شبابنا نعم لهيك إحنا ركزنا بأول مرحلة بالبرنامج التدريبي مشان نضمن على الأقل أنه يكون في عنده استدامة بالفكرة ضمن البرنامج التدريبي نعطيه الإدارة المالية اللي بحتاجها نعطيه خطط العمل كيف يبني خطط عمل احترافية اللي بحتاجها ونموية العمل التجاري على الأقل مشان نضمن أنه المشروع يستدام بصورة أو يبنى بأشص صحيحة نعم تمام طيب إبراهيم بدي ياك إحنا لأنه خلص وقتنا بحب توصف لي بكلمة كيف لقيت إبراهيم القرالة تغير من قبل خمس سنين لما بعد ما درست بدبت المشروع وهلأ بعد ما صار مشروع مستدام وحصلت على جاءة الملك والله باختصار شديد ممكن كشخص ترك عم يترك بصمة إيجابية بالمشروع المحلي هاي تغيير اللي أنا شايفه بشخص بشخصي أنا يعني شكرا إليك إبراهيم القرالة نورتنا وعنجد إحنا منبسط بهيك جهد شكرا لحضورك معنا شكرا لحضورك